أما آن لليمنيين أن تهدأ أحوالهم ويأمن وطنهم وللحرب العبثية التي أشعلتها الميليشيا الحوثية أن تتوقف هكذا يقول مراقبنا للوضع السياسي اليمني ففي الوقت الذي تجري فيه مفاوضات السلام بين الوفد السعودي والعماني مع الحوثيين رأت جميع الأطراف المتنازعة في البلاد ووسطاء الحرب جراف الجماعة الحوثية إلى تأجيج الوضع عسكريا باستعراض بالسلاح في البحر الأحمر من خلال عرض عسكري بسواحل مدينة الحديدة في انتهاك للتهديئة والاتفاقات الدولية حسب مراقبين مهددة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومنفذة لتوجيهات إيرانية خالصة جاءت ضمن فعاليات طائفية وتحت مسمى يوم القدس العرض الميليشاوي بعدد من الزوارق الحربية والمدنية في ساحل البحر الأحمر يظهر بحسب خبراء عسكريين محاولة الجماعة الحوثية لتحسين شروطهم في عملية التفاوض التي تجري إضافة إلى استمرارها الدائم بابتزاز أطراف الصراع وجهات الوساطة الدولية لحلحلة ملف الأزمة اليمنية بتهديدات عسكرية للملاحة الدولية والأمن الإقليمي الاستعراض الحوثي بالأسلحة قبال تسواحل البحر الأحمر في الحديدة يأتي تزامناً مع استعراض بحرية إيران في أكثر من مينا حيث أعلن قائد البحرية للحرس الثوري علي تنكسيري أن الكثير من القطع البحرية تستعرض في مياه بحر قزوين والخليج العربي وبحر عمان ومناطق أخرى عروض واستعراضة حوثية مسلحة في الوقت الذي يمسك فيه الشعب اليمني على الجمر والنار بانتظار تهديئة وعملية سلام شاملة تنهي المعاناة التي استمرت أكثر من ثمان سنوات أهلكت الأرواح والأجساد